تتواصل فعاليات الموسم الرابع من المخيم الصيفية الذي تنظمه بلدية دبي في مدينة الطفل والذي يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل وذلك بمشاركة تسعين طفلا بهدف تعزيز مداركهم الفكرية عبر دمج التعليم والترفيه في آن واحد المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي نأخذكم اليوم إلى مدينة الطفل في دبي وتحديدا من داخل المخيم الصيفي الذي يأتي تحت شعار صيف دبي المستدام، تعليم، إلهام، وتطبيق فالمتتبع لهذا المخيم سيقف على تنوع الأنشطة التفاعلية والبرامج التعليمية والترفيهية للأطفال كيف لا وهي تتيح لهم الفرصة لسقل مواهبهم ومهاراتهم نسعى في المخيم إلى تطوير مهارات اجتماعية لدى الطفل منها التواصل والتعاون مع زملائه وقرانه كذلك نحاول نعلمهم فن القيادة وحل النزاعات جميع الأنشطة والفعاليات تبني روح التعاون بين الطفل وقرانه كذلك من خلال المخيم ممكن للطفل أن يتعرف على أصدقاء جدد وتكوين علاقات جديدة معهم كل يوم يعطونا شيء عشان نرسم، نلعب، نكتب، ندرس شو لازم نأكل أرحنا عرض الدرافين، أرحنا برواز دبي، أتعلمنا كيف نسوي سلايم، أتعلمنا كيف نسوي أشعب الليغو المخيم الصيفي يعد واحدا من أبرز المحطات الإبداعية الذي يسهم في تثقيف وتعليم الأطفال خلال إجازتهم الصيفية عبر دمج التعليم والترفية في مكان واحد كيف نتعلم عن الأشياء، يعني عن الساينس، ونحن نتعلمنا عن الأشياء كان في قبل في الإمارات أتعلمت، سوينا الليغوز، لولنا اليوم رحنا رحلة إلى نادي النصر، ونروح رحنا برواز دبي، ورحنا عرض الدرافين أنا أول يوم لما ييت، أنا حسبت أن ما بحصل أصدقاء وايد فلما كان ثاني يوم، وايد ناسي وعنده وقاله، عادي يكون صدقتك وأنا كتعادي في كل عام يأتي هذا الحدث الملهم ليسهم في الارتقاء بمستوى جودة حياة الأطفال ويعزز من رفاهيتهم بما يتكامل مع غايات أجندة دبي الاجتماعية التي تركز على توفير منظومة تعليمية اجتماعية تدعم قدرات الأطفال وتعزز من مداركهم الفكرية